السلام عليكم درا ريض لاشين كريا وغروب في الفيسبوك باشي لاشي واحد فيكم عندو شي تمرين في شكل او لا شي تساؤل على المراط يدخل يحطوه تماما الانك غنحطوه في ديسكريبسيون والتحت بقال هنا واحد النوع دي الليميت مهدرناش عليه مازال هو الليميت منين اكس كتكون كبيرة بزاف يعني مني ستكون غادة اكس البلوس او لموانا فيني كيفاش الدلة تكون دايرة تماما بكلمات اخرى الميت لل افل ايكس منين اكس كتكون غادة بلوس لا فني شحال كتساوي ودينا في هذا الفيديو هو أننا نلقاوا النتيجة تتساوي واحد النهاية ال يعني ماشي بلوس او موانا فيني نأخذ نفس المثال للفيديو اللي فات افل ايكس كتساوي واحدة لا اكس هنها ما خلنت نهاية، على اليمين و اليسار ديال هاد دالة بلوس لا فني مثلا انا ما في مشة الجملة دي هنا يمكننا مشي الـ plus lanfini ونضي لها النهاية على اليمين وعلى اليسار الحقاش أصلا بـ plus lanfini هو أقصى اليمين وموان lanfini هو أقصى اليسار فمنين تنضير النهاية جهة بـ plus وموان lanfini تنحسب غير ذلك القيمة ببحدتها أجلنا كتبت طابلو ديالنا اللي سنعطوه فيها قيم الـ x ونشوفوا شحال f لـ x تساوي وهذا المرة سنبدأ جهة بـ plus lanfini يعني سنعطي الـ x شي قيمة لموجبة وكبيرة بالجهد بحال مثلا ألف ف ديال ألف تساوي واحد على ألف واللي هي 0.01 ونزيد ونكبر القيمة كثرة بحال x تساوي مليون مثلا ف ديال مليون تتساوي واحد على مليون واللي هي 0.501 نزيد وناخد قيمة كبيرة x مثلا تتساوي مليار ف ديال مليار هي واحد على مليار واللي هي 0.801 لاحظت عودتاني ولا ما زال وقت ما تنكبر x وقت ما ف لـ x تصغير يعني وقت ما x تتقرب البلوس lanfini ف لـ x تتقرب الزيرو وبالتالي هذيك الليميتس ديال f لـ x منين x تكون غدال بلوس lanfini فهذه الحالة ستكون تساوي الزيرو بالنفس الأنالوجي تقدر تديرها شي مليون مثلا يعني تعطي الـ x قيم كبار بزاف ولكن ساليبين وغا تبقى تلقى f لـ x دايما تتقرب للزيرو ما حد x تزيد تكبر بشكل ساليب يعني الليميت ديال f لـ x منين x تكون غدال مليون فيني فهذه الحالة ستكون تهيئة تتساوي الزيرو هذا الليميت بجوج غي خلي منين نخرج بواحد الـ concept جديد أو تاني لاحظوا أنه منين x تتبقى غدال جيت بلوس lanfini أو مولانfini f لـ x تتقرب المحور الأفاصيل والتي المعادلة دياله هي y تتساوي 0 تتقرب له ولكن ما تتوصلش له وفي هذه الحالة هذا المستقيم تنسميه مقارب أفقي أسام بطوط أوريزونطال ديال دالة f في النقطة 0 ونقدرون نخرج بهذه القاعدة التي نطبقها على أي دالة كيفما كانت الدالة f عندها مقارب أفقي عن اليمين في النقطة y تتساوي L تعني أن الليميت ديال f لـ x منين x تتقرب البلوس لانفيني تتساوي L والدالة f عندها مقارب أفقي عن اللي يصار في النقطة y تتساوي M تعني أن الليميت ديال f لـ x منين x تتقرب البلوس لانفيني تتساوي M بالطبع كان الدواء اللي بحال جيد x تتساوي x أكاري اللي ما عنده مش مقاربات أفقية القيمة ديال جيد x غمتها تزيد تكبر بحد x يقرب الزائد أو ناقص مالا نهاية يعني رياضياتيا قدو نعبره عليها هكا الليميت ديال x في هكاري منين x تتقرب الزائد أو ناقص مالا نهاية ستتساوي زائد مالا نهاية وكيضين دعوال اللي ما عندهم مش نهاية أصلا في الجيد مالا نهاية بحال L ما ديال ling Alternatively منين x تتقرب الزائد مالا نهاية واش تتقرب لش عدد معين لا ستبقى تلعبن ب awake look أمورها تتقرب الشيخ من مؤينة وبالتالي ما كي لا مقارب أفقي ولا أنها تتمشي للجه ثلاثيني أحسن중ي حالي تقدرت نقول الا الليمت دي الصين دي اكس منين اكس ستمشي لزائد او ناقص مالا نهاية هي انها غير موجودة نكزي ستوبة. نشوفو ديك الدلال معنى كشال اللي شفناها في الفيديو اللي فات. ديال اش لي اكس كتسوي السين ديال واحدة لا اكس. شنو غير يوقع لكانت اكس كبيرة بزاف هاد دلة. الى كانت اكس كبيرة بزاف فهذا يعني ان واحدة لا اكس صغيرة بزاف يعني قريبة بزاف الزيرو. وبما ان السين زيرو تتسوي زيرو. فهذا يعني ان السين ديال واحدة لا اكس تهي قتكون قريبة بزاف الزيرو. ووقت ما كبرات اكس كسر ووقت ما السين ديال واحدة لا اكس قربت الزيرو كسر. يعني الليمت ديال السين واحدة لا اكس منين اكس ستتقرب لزائد ما لنهاية غتسوي لي زيرو. وبالتالي فالسين ديال واحدة لا اكس عندها مقارب افوقي. المعادلة دياله هي اي جراك تسوي زيرو. التي يصد في محور الافاصيل في هذه الحالة. وهذا تيخلينا نجبطو الغراف دياله هاد اش لي اكس كتسوي السين واحدة لا اكس. اللي ديجا رسمناه في الحلقة اللي فاتس. على الاقل من جهة ليمن. من جهة زائد ما لا نهاية. ومن جهة ناقص ما لا نهاية. يعني من انت تكون اكس كبيرة بزاف ولكن ساليبة. يعني الى كانت اكس موجابة. انا بغيت نشوف ناقص اكس. نقدر ندير نفس الطريقة اللي درت في جهة زائد ما لا نهاية. ولكن هنوريكم طريقة اخرى. بما ان السين دالة فرضية. وده بندير حلقة خاصة على الدولة الزوجية والفرضية. فنقدر نكتب هاك. اش ديال ناقص اكس كتسوي الناقص اش ديال اكس. يعني ان اش دالة متناظرة او متعاكسة. والمركز ديلها التناظر هو اصل المعلم الزيرو. ودونك غنرسم نص ساليب ديال اش بحال هاك.